مين أفضل اتنين مدافعين في مصر الوقت؟ والله بص أنا مش عايز أقول حاجة بره الإطار يعني أنا طرهينت أربع مدافعين في مصر لا أنا طرهينت على متولي محمد عبنين أنا طرهينت على متولي من زمان وقلت من أحسن لعبة جات في طريق مصر بيحضر من تحت أميس كمان محمد عبنين بس بص على الاتنين أنت محتار الكميا الليئة هو بيبن حتنين ناحية الشمال بيغطوا على بعض الكميا الآلية بقت موجودة رغم أنهم ملعبوش مع بعض كثير ده كان رهان كولر برضو رؤية كولر يعني خلاص بص الاتنين بيحضروا النادي الأهلي سهل الحتة بتاعت نص الملعب بدلا لما حمدي بيجي ياخد من تحت قوي أو عمر السولية أو ديانج بقت هما بيحضر لك الجزء بتاعت نص الملعب فبيقول لك بدلا لما بتيجي تاخد مني من التلتل في نص بخلي تاخد من التلتل في نص سألتك السؤال إيه أفضل اتنين مدافعين في مصر مش في الأهل لا أنا أقول من عايش أنا عارف نقول إيه أنت بتتكلم المدافعة المدافعة بأيه كمالياته بجد التحضير بجد المان بجد ألعاب الهوى بجد تسليم والتسلم التقطاع العكسية الجراءة مش هتختار حاجة معينة من هختار حاجة معينة يجد ألعاب الهوى هقول لك الوينش يجد التقطاع العكسية هقول لك الوينش القوة فيها جزء من الغشامة أقول لك الوجي أما أقول لك الهدوء وهمسك وتحرك بعقل وبحضر وعمل كلنا كنا بنون بدر بنون جيه عالج الحتة دي في خط الضهر ما هم لاتنين هم ولا عالج ولا حاجة ما هم طول عمرهم كانوا كده محمود مش محظوظ أنه تعور ومحمد عبد المنعم لعب بكريت وأولا ما تصبح جاز لعب في الحتة اللي جوه بقى هو رجع للنادل قلب جدارة رامي ما كان موجود بيرجع من الإصابة بتحس أنه مش غريب مظبوط في حاجات معينة أنت الشطارة أن المدرب يطبع عليك يعلمك حاجات أنت تبع مستفيد منها دلوقتي بقى ياسر إبراهيم غصبا عني لازم هتعود أي من لازم هتغصبا عني هتعود المغربي لازم هتغصبا عني هتعود أنا عايز مواصفات متولي وعب منع الراجل عايز كده عايز الأسلوب ده عايز التغطيات العكسية محمد هنا ملاعب جوه بقى ملفط للنظر أكتر من بكراي يعني الراجل اكتشاف له مكان جديد هو لعبه قبل كده بس ابتدى الحتة بقى بتاعت ألعب دماغي وانزل على الأرض